أهلا بكم أصدقائي طولة بصف الخامس الابتدائي بنكمل مع بعض منهج Connect 5 وكنا بدأنا المرة اللي فاتت في Unit 11 والنهاردة هناخد Listen 2 فيها عنوان Listen 2 Nature Trail Weekend Nature Trail Weekend يعني المنتزه الطبيعي لنهاية الأسبوع أو العطلة نهاية الأسبوع أنا بس عايز أن نفهم الأول يعني إيه Nature Trail هو منتزه طبيعي بس مش زي البارك هو لازم يكون بالشكل ده اللي في الصور دي كلها Nature Trail الحاجة بيكون فيها مصار أو مكان بنمشي فيه يعني هو مش مكان نوعد فيه زي البارك مثلا أو زي حديقة أو كده لأهو لازم نمشي فيه نتجول فيه ده معنى Nature Trail المنتزه الطبيعي أو المصار أو الضرب الطبيعي طيب نرجع للكلمات الثانية هنبدأ الدرسنا طبعا مع الكلمات الأول Nature Trail Nature Trail ضرب طبيعي أو منتزه أو متنزه طبيعي Dates Dates تواريخ Diver Diver يعني غواص Weekend Weekend ليعطلة نهاية الأسبوع اللي هي عمدنا طبعا يوم الجمع Friday نكمل الكلمات Brave Brave شجاع Invitation Invitation دعوة أو زوم يعني Invitation Views Views مناظر طبيعي Alone Alone بمفرده Swimmer Swimmer سباح Hike Hike نوزها سيران على الأقدام هي نوع من أنواع رياضات اللي هي الhiking الناس بتخرج وتمشي سوين كده ورقوا صورة للhiking الناس هنا كل الناس دي بتعمل hiking وطبعا أكيد هم بيمشوا غالبا في دروب أو nature trail اللي هو أنواندر سنة نرجع ثاني كي كنا وصلنا hike اوكي وادي دجلا وادي دجلا ده مكان موجود في مصر وادي دجلا هو ده وطبعا مش اسم النادي اللي اللي بيعملوه حاليا لكن هو المكان ده اسمه وادي دجلا دي كلها صور المكان ده اوكي ماكوش دعب الشعار دوت تمام نكمل friend friend صديق everything everything كل شيء trailing trailing او التتبع او ان احنا نمشي بس في مصر او في ضرب طبيعا trailing اوكي life pouring 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 ممل blue lagoon blue lagoon ده طبعا بردو مكان موجود في مصر منتجع في مدينة دهب سويني هو ليكو صور له هو ده blue lagoon هو lagoon معناه زي بحيرة كده يعني البحيرة الزرقه اوكي طبعا شكرا طيب نرجع تاني blue lagoon blue lagoon طيب عندنا دلوقات الconjugation of verbs نبدأ بالاريجولر verbs الاول contact contacted لو يتصل decide decided يقرر check checked يفحص او يرجع accept accepted يقبل remember remembered يتذكر guess guessed يعني يخمل مجموعة التانية irregular verbs swim swam يسبح او يعوم no new يعرف leave lift يترك او يغيطر دلوقتي مع important expressions and prepositions نقرأ good for me good for me يعني جيد لي sounds like fun sounds like fun تبدو ممتعة go for a hike go for a hike يذهب للتنزل hike انه اللي هو المشة ورياضة المشة في الأماكن الطبعية go on a trail go on a trail اه الذهاب في نوزها او في تنزل شفنا trail وغالبا trail بتتمل في nature trail okay how's life how's life يعني كيف حالك او ما الحال like best of like best of يعني يفضل من طيب تعالوا نحل القويس ده عشان نتأكد ان احنا فهمنا الكلمات بتاعتنا حاول توصل الإجابة قبلي number one what's the today رد علي قاله it's the 22nd of January what is يبا اكيد بيصال عن ايه اكيد التاريخ what is the date today number two he's a great what لمشان نفهم من الحدينا لازم نكمل عشان نقدر نختار صح he swims really fast او بيعوم بصرع فعلا اكيد he's a great swimmer number three there a lot of amazing in nature amazing what amazing what اكيد amazing views منظر طبعي number four حاتم is a boy he isn't afraid of the dogs مش بيخاف من الكلاب حاتم is a brave boy تمام نكمل درسنا عندنا دلوقتي ملخص لنا الدرس بتاعنا في main points النقاط الهمة بيقولنا دينا دينا كتبت ايميل او رسالة الكترونية لريم دينا wants to go on a trail with ريم دينا حبة او بتحب انها تروح في نزهة او تنزه مع ريم ريم is a good swimmer ريم سفاحة مهرة ريم thinks that the natural trail trip could be interesting ريم بتعتقد ان رحلة التنزه الطبيعية ستكون ممتعة دينا is a brave diver دينا غواصة شجع طب قبل ما نكره الدرسنا عندنا كده كلمة with definition بتاعها يعني ايه كلمة nature trail بلينة a place you go for a hike ومكان بتروحه للتمشية او للتنزه in nature to see all the plants and animals يعني مش بروح نعود زي ما قلنا واحنا بروح نمشي او نتمشى او زي ما بيقولنا تنزه تمام اه درس بتاعنا عبارة عن ايميل طبعا كنا اخدنا في اليونت اللي فاتت اه ازاي نكتب الايميل وخطوات كتبته طبعا الايميل ده from dina اللي كتبته dina to reem الى صديقتها reem والسبجكت اللي هو الموضوع بتاع الايميل بس طبعا انا عايز بس اقول ام تعليق هنا طبعا لما بنيجي نكتب بيبقى هنا الايميل موما قلت لانا تقدر تاخد صديقة معاها وانا عايز ا اخدك منتي معايا انا عايز ا اخدك منتي معايا موما قلت لانا تقدر تاخد صديقة معايا وانا عايز ا اخدك منتي معايا موما قلت لانا تخلق ا موما قالت انا وانت نقدر نكرر اي مكان نحن نحب اكتر من المكانين المقترحين ولي ديقلا لطيف Cliff Boost 探ت متى تشوفي تشوفي حيوانات كتيرة ولكن احنا نقدر نعوم او انت تقدر يتعومي في البلو لاجون انا عارفة انك بتمشي بسرعة ده في حالة انهما راحوا ودي دجلة ده في حالة اذا كانوا راحوا ايه للبلو لاجون اي مطمئة اي متنزه طبيعي انت تحب تروحي وكمان في حاجة اي تاريخ تحبي انت بتفضلي اكتر تحبي تروح فيهم مع السلامة دلوقتي ده كان الاميل اللي كتبته دينا لصحبة هارهيم عشان تعزمها على النتشر الجولة اللي هما رايحانا في المكانين اللي بقى لتلاقي عليهم طيب تعالي نشوف صحبتها ردت عليها اللي تلاقي ايه برضو في ايميل الايميل ده ايه برضو في ايميل دينا السبجيك بتاعها ربلاي يعني ربلاي رد على الرسالة اللي كان عنوالها نيتشور تريل ويكيند تلاحي دينا الحياة كويسة طبعا ده رد على سؤالة هناك كابت والله هاوز لايف ياه لايف زي جيد هاواريو انت بقى كيف حالك طبعا رحلات التنزوة طبعا دي حاجة بتبقى تبدو جيدة and I really wanted to come وانا طبعا عيزة ايجي فعلا I think the Blue Lagoon is fine اعتقد ان اذهب الى Blue Lagoon ده حاجة كويسة because we can swim and dive عشان احنا نقدر نعوم ونغوص كمان yes I can swim quickly but you're very brave ولكني كنتي كمان شجاعة remember فكرة when you dive from that truck لما انتي غست من الصخرة دي I just talked to my mom انا اتكلمت مع امي and the weekend 20 and the 21 July is good for me وقالت لها ان افضل طبعا هي كانت بتخيرها ما بين تاريخين فقالت لها ان طبعا المعاد اللي هو 21 جولاي ده افضل بالنسبة لها she is going to call your mom to check everything هي تصل مامتها يعني سوف تتصل بمامتك عشان يأكدوا او يتأكدوا من كل حاجة ترتبوا يعني والدنيا مع بعض كانت wait to see you مش قادر استنى اني اشوفك ده كان درسنا ودي كانت الانفتيشن والرد عليها بالموافقة واختيار المكان واختيار الزمان عندنا في الدرس بتاعنا النهاردة جوز الgrammar اللي هو language focus وبيتكلمنا فيه اول حاجة هو الدرس عن الادفربس ولكن عشان نفهم الادفربس يعني ايه لازم نتكلم الاول عن الادجكتبز ادجكتبز يعني الصفات الصفة هي كلمة بتصف اسمي زي ما هنا بيقول لنا we use adjectives to give more information about nouns هي كلمات بتدينا معلمات زيادة عن الاسمي تمام وعشان كده ان الصفات بتصف ال nouns او الادجكتبز describe nouns الصفات بتصف الاسمي طيب بيقول لنا an adjective they precedes a noun or it follows a verb to be طيب يعني ايه كلام ده يعني بيكلمنا عن مكان الصفة بتحط فين في الانجلش بيقول لنا لها مكانين يئما بتصبع الاسم اللي بتوصفه precedes a noun يئما follows verb to be بتيجي بعد verb to be تمام تعالوا نشوف كده المسالين اللي عندنا بيقول لنا it is a small cat طبعا الادجكتبز عندنا هنا هي small صغير دي الادجكتبز طيب فين النون اللي بتوصفه اللي جاي بعدها اللي هي cat تمام يبقى small cat كتة صغيرة وطبعا ناخد بنا ان احنا بنترجب بالمشاكل بعكس العربي small cat بنبدأ كتة صغيرة clever boy clever boy ولد shorter beautiful girl بنت جميل وهكذا يبقى الصفات في الانجليش بتيجي قبل النون اللي بتوصفه زي ما احنا شايفين في المثال ده طيب او مال اي بقى حكاية الـ verb to be او هي ممكن الـ adjective تيجي بعد verb to be تعالوا نشوفين المثال ده this bag is big فين الصفة هنا في المثال ده طبعا الصفة او الـ adjective عندي هنا big اوكي طب فين النون اللي بتوصفه اللي هو الاولاني ده الشنطة ولكن انا عندي هنا الصفة جاية بعد verb to be يبقى على طول لما يشوف verb to be يبقى الصفة بتيجي بعد منه عشان توصف الاسم الاوليني اللي في اول الصفة خالص يبقى الـ back دي تكون كبيرة this boy is caliber الولد ده يكون شاطر this girl is beautiful البنت دي تكون جميل يبقى تاني الصفات بتوصف النون في الاسماء ويا اما تيجي قبل من النون اللي بتوصفه يما تيجي بعد verb to be وفي الحالة دي بتبقى بتوصف النون اللي في اول الجملة حدي كده الكلام مفهوم تمام نكمل درسنا تمام درسنا اصلا عن حاجة اسمها adverbs adverbs اللي هو الظروف او الحال طب الـ adverbs تعالوا ناخد بنا كده من الكلمة نفسها adverb verbs يعني اعلقتها بالverb هي فعلا الـ adverbs بيقولنا we use adverbs to give more information about verbs يعني هي كلمة بتدي معلومات اكتر عن الـ verb يبقى عشان كده سماه adverb وكأن بضيف حاجة للverb تمام طب ايه علاقة الـ adverb بالadjective اللي احنا لسه بنتكلم عن ما هي اصلا الـ adverb كانت في اصلها adjective اوكي يبقى بيقولنا مثلا الـ formation بتاعة الـ adverbs بيقولنا to make adverbs we usually add l-y or i-ly to an adjective يعني الصفة لما بحط لها l-y بتتحول على طول الى زف او الى adverb طيب تعالوا بس نشوف المثال ده she walks slowly هي تمشي بطريقة بطيئة او ببطء slowly هنا ده ال adverb طب هي بتوصف مين هي مين اللي slowly هي البنت دي اللي ولا walks slowly بتمشي بط بتمشي بط انا بوصف الverb مش بوصف الفاعل مش كده باش walks slowly انا بوصف هنا طريقة مشيا تمام يبقى الadverb زي ما قلنا بيضيف معلومة للverb وكيد بيجي بعد منه ده ما كان وزي ما قلنا ان الadverb كان في اصله صفة او adjective بس دفنالها l-y or i-ly تعالوا نشوف الكلام ده الاول بس عندنا هنا كده بيقول هنا عندي adjective صفة منتظمة ناخد بان لان هيبقى عندي دلوقتي حاجة هقولك عليها هحط لها plus l-y او i-ly كده تحولت الadverb تعالوا نشوف المسال هنا وقال لك هما يكونوا ناس هاديين quiet people quiet adjective بتصف مين النون اللي جاي وراها تمام كده اوكي انا ممكن استخدم نفس الكلام واقول ايه these people speak quietly هؤلاء الناس يتحدثون بطريقة هادية اوكي يبقى quietly هنا بتصف طريقة الكلام مش بتصف الناس طيب مثال ثاني our team is bad فارقنا يكون سيء بيدي طبعا adjective بتصف مين جاي بعد verb بيدي بتصف النون اللي في اول الجملة اللي هو our team طيب تعالوا نشوف في الادفرب our team is playing badly فارقنا يلعب بطريقة سيئة badly badly هنا مش بتصف ال team بتصف طريقة العب playing بتصف في الverb يعني طيب عندنا adverbs زي ما فيه في الافعال كده افعال منتظمة وافعال غير منتظمة او regular verbs و irregular verbs احنا عندنا regular adverb دعالوا نشوف كده الامثال اللي عند هنا regular متفقين اننا بيبقى الصفة عندي عادية خالص بحط اللي بقت adverb تمام كده نقرأ polite politely مهزب بطريقة مهزبة quiet quietly بطريقة هادئة bright لامع brightly بلمعين quick سريع quickly بسرعة slow بطيء slowly ببط happy سعيد happily بسعادة هو ناخد باننا بس قعدة ال-y اللي بحزفها عشان قبلها ساكن وبحط مكانة i وبعد كده ال-y هنشرحها كمان شوية nervous ايه عصبي nervously بعصبية heavy غزير او كثيف مثلا زي المطرة كده heavily بغزارة active نشي actively بنشاط طيب دي كلها regular adverbs سوري عشان مرتبطة regular adverbs طيب تعالوا نشوف امثلة اللي هي بشكلها ممكن يتغير او مش بينطبق عليها قاعدة ال-1 زي مثلا صفة good good يعني جيد عايز اقول بطريقة جيدة اللي تغيرت تماما بقت well اوكي بطريقة جيدة fast سريع fast بدون تغيير بقت adverb بسرعة hard صعب hard برضو ما تغيرتش بصعوبة right صحيح right برضو بدون تغيير بطريقة صحيحة wrong wrong خطأ wrong بطريقة خاطئة late متأخر late برضو بطريقة متأخرة او متأخرة early مبكر early مبكرا او بطريقة مبكرة تمام دي كلها regular adverb لازم نحفظها طبعا طيب بيقولنا ايه كمان ولناخد بالك ان لو حتى الصفة كان اخرها l لما باجي حاولها الى adverb لازم حط l تانية l y زي careful في l واحدة carefully بقت to l beautiful جميل او جميلة beautifully بطريقة جميل بيقولك كمان لو كانت صفة منتهية y بس بشار من يكون قبلها حرف ساكن بحذف ال y وبحط مكانها i وبعد كده بحط ال y like easy سهل easily بسهولة lazy كسول lazily بكسل happy سعيد بسعادة hungry hungry جائعان hungry بطريقة جائعان آآ تمام أوكي خلينا نكمل طيب دلوقتي هنحل على بتاعنا آآ نركز وإحنا بنختار ونحاول نوصل قبل من للإيجابة الصحيحة عشان يتأكد إن إحنا في من درستنا ولا لا number one my friend is a person عندي ناون هو المفروض قبل منه صفة يبقى صديقي يكون شخص إيه أكيد شخص لطيف nice nicely nicer nicest أكيد nice is a nice person شخص لطيف my sister says I sing أختي بتقول إني بغني بغني إيه أكيد بغني بطريقة كزا يعني محتاج adverb أوكي loud good bad كل دي adjective الوحيدة الadverb هنا اللي هي دي badly بالطريقة سيئة أوكي number three this family lived أوكي طبعا بعد الverb على طول أكيد بدون تفكير بعد الverb على طول ببقى adverb بس ما عدا verb to be الوحيدة اللي بيجي بعدي منه adjective أوكي my family lived after moving to a new apartment lived عاشوا 13 بسعادة بعد ما تنقلوا للشعة الجديدة أكيد من الadverb هنا الوحيدة بس هي happily number four the tortoise is a verb to be أوكي it walks slowly بتمشي ببط verb to be بيجي بعدي منه على طول adjective أوكي وطبعا الجملة التانية بتساعدني هي بتمشي بطريقة بطيئة يبقى the tortoise is slow بطيئة هي تكون بطيئة هي بتمشي بط سويني نكمل number five my cousin is very is very what verb to be at playing tennis verb to be بعدي منه على طول adjective best better good well اكيد my cousin is very good at playing tennis she ran ran the verb تاني بيجال طول بعد منه adverb so she wanders عشان كده هي فيز بصفة يبقى اكيد بتقريب بصورة quick لا طبعا دي صفة fast ممكن تبقى صفة أو ظرف adjective or adverb slow غلط طبعا good اكيد طبعا يبقى fast run fast وطبعا هنا المفروض في الجملة adverb لانه جاي بعد الverbe okay i did i did my homework did my homework عملت واجبي بانه طريقة i didn't wanted to make mistakes انا ما كنتش عايز اعمل اخطاب يبقى اكيد عملت الطريقة سيئة ولا عملت بطريقة حريصة يبقى carefully number eight noha speaks politely تكلم بأدب she is a speaker verb to be بعد adjective على طول ودعب عنا وندلب توصف وكمان she is a polite speaker okay number nine حتم is a clever designer مصمم shorter he designs the verb nicely adverb he designs well بمعنو شغط يبقى بيسمم بطريقة كويس number ten they worked verb يبقى nicely adverb so they want the first place عشان كده هما فيزوا بالمركز الاول يبقى بيشتغل اي they worked hardly hard bad good اكيد بيشتغلوا بجد طب ايه واحدة فيهم بجد اكيد دي لان hardly دي لها معنى تاني على الرغم من ان اخير ه ال y بس دي مش adverb دي لها معنى تاني اللي هو بصعوبة او نادرا اوكي number eleven samir is a or an worker verb to be يبقى كيف بعد منه adjective وطبعا في noun بتوب صفه he works quickly بيشتغل بسرعة يبقى he is a or an he is an active worker عامل نشيط number twelve عولا swims well بتعوم بطريقة كويسة she is a verb to be adjective وغيرانا هم بتوصفه she is a كلهم adverbs مع the good she is a good swimmer اوكي اتمنى يكون الدرس سهل وفي منه كويس بعد الطلب ده خلونا نحل بس تمرين على الدرس كله بما في grammar و الدرس بتاع المتنزح أو التنزم الطبيعي اوكي هنحل لسؤال الماتشينج number one where did they decide to go اين هم وقرروا يروحوا number two he did his he did his work happily is a nice place to visit number three number four the weather was cold and it rained heavily number four we can swim in the red sea number five اوكي وكده خلص درسنا النهاردة اتمنى يكون كان سهل ما تنساش الشرك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك بعد دروس وياريت اعمل شير للفيديوهات علشان تدعم القناة شكرا لكم واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة